معرض رسالة الإسلام في مدينة نيويورك الأمريكية اختتم فعالياته التي استمرت عشرة أيام عرض خلالها اللوحات والمخطوطات النادرة وعروضا حية لفن الرسم برمال وأكد المعرض على تعاليم الإسلام وقيمه التي تنبذ العنف والإرهاب وتدعو إلى التسامح والسلام عمان دولة محورية في العالم اختلاف الأديان والحضرات ليست جديد على السلطنة النقطة الثانية أن الإسلام ذاته دين وسطي يتعايش مع المجتمعات الأخرى بشكل متسامح المعرض الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أكدت فيه السلطنة على أن الحوار والتعايش والإخاء الإنساني وتبادل المصالح بين الأمم على أساس عادل ومتوازن إنما هو أساس الإسلام قيم التعايش والتسامح والتفاهم بين الأمم والحضارات والشعوب وما يمكن أن تسهم به الأمم المتحدة كمنظمة عالمية ومظلة لكل الشعوب والثقافات والأديان ما يمكن أن تعملوا من أجل خير الإنسانية ومستقبل الإنسانية حضور المعرض من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة ورؤساء المراكز الدينية المتخصصة ومدير مراكز الأبحاث تحدثوا عن المكانة التي تحظى بها السلطنة في العالم وسياسة قيادتها الحكيمة في إرساء مبادئ التسامح والاعتدال أعتقد أن عمان تجسيد حيل مبادئ التسامح والسلام التي تعمل الأمم المتحدة على تحقيقها ندوة اليوم أكد الظهور نتائج طيبة لدعوة السلطنة إلى التعايش مع الآخر وكانت ماريا سبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور المندوبين الدائمين والسفراء العربي والأجانب والأكاديميين والإعلاميين قد افتتحت معرض رسالة الإسلام في نيويورك ضمن محطاته التي تنقلت في مختلف دول العالم إبراهيم الجندي تلفزيون سلطنة عمان الأمم المتحدة نيويورك